هذا ويعيش النازحون في المخيمات حالة تخوف من الأطعمة الجاهزة بعد حادثة التسمم في مخيم الخازر ما فاقم المعاناة لديهم وخاصة في شهر رمضان حالة التسمم التي عصفت بأكثر من 800 نازح في مخيم يوتوف الخازر شرقي محافظة أربيل التي تسببت بها إحدى المنظمات الإنسانية من خلال وجبات إفطار قدمت لهم وسعت حجم المعاناة على النازحين في توفير الطعام وخاصة في هذا الشهر الفضيل وولدت حالة من الرعب لدى الكثير منهم ليتجنبوا استنام مثل هذه الوجبات واللجوء إلى الاكتفاء باستخدام المخزون الضئيل لديهم من المؤن الجافة من تسممنا بعد نطلع السيارات قمنا نشتري ونطبخ بالبيت خاف من تسمموا من نوب والله يعني أطفال ما تتحمل تحاشي تنول مثل هذه المعونات من قبل قاتني المخيمات دفع إليه بإلحاح ضعف الخدمات الصحية تاخل المخيمات التي أصبح الاعتماد فيها على ما يقدم من المنظمات المدنية على أغلب الأحوال ضعف الرقابة والاهتمام بهذه الشريحة المتضررة من أهالي نينوى من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة المركزية في بغداد تسبب في وقوع الكثير من المشاكل الضارة بالنازحين مما ولد مخاوف من استمرار الأزمة حتى بعد انتهاء الحرب في الجانب الأيمني من الموصل سيبقى إهمال وضعف حكومة بغداد تجاه الناجين من الحرب في الموصل هاجس خوف لدى الكثير من عدم استعادة الحياة إلى مكانتها قبل اندلاع الحرب ترجمة نانسي قنقر